خلينا أقول لحضراتكم بعض الكواليس المهمة يمكن في اللحظات دي بيتوافد لعبه النادي الأهلي على مطار القاهرة الدولي علشان الطائرة بالضبط هتتحرك زي ما حرقكم شايفين كده اللقطات دلوقتي الطائرة هتتحرك بالضبط في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة بالضبط اللقطات اللقطات اللي حرقكم شايفينها دي للعب الأهلي في مطار القاهرة وبعد ما وصلوا للمطار استعدادا للصفر بإذن الله للإمارات حيوصلوا إن شاء الله الساعة كامية يوصلوا الساعة الخمسة بتوقيت القاهرة السبعة توقيت أبو ظبي بعد ما حيوصلوا بإذن الله تعالى حيتحركوا من خلال توبسات خاصة بفرقة النادي الأهلي إلى مدينة العين واللي بتابع عدعان أبو ظبي حوالي 140 كيلو يعني الرحلة أو المسافة هتستغرق حوالي بالضبط الساعة ونص أو ساعتين يوصلوا إن شاء الله الساعة 9 ونص بالليل في مقر الإقامة الخاص بهم بمدينة العين الإماراتية عشان من بكرة بإذن الله أحد أحد الأهلي يعني يبتدي استعداداته من هناك هتكون استعدادات نهائية على مدار يومين وتدريبين بالتحديد إن شاء الله بإذن الله يستعد من قد لهم الأهلي لهذه المباراة الهمة جدا قدام فريق كبير هو فريق مميز فريق نادي الزمالك وطبعا الأهلي ما شاء الله لقوة إلا بالله في حالته عندنا جهاز فاني مميز جدا بكيادة كولر انطلاقة كانت مميزة جدا على مختلف الأصعاد ويمكن معنويا الفريق جاهز لكن أنا بشوف إن المباراة دي مهم جدا فيها العامل النفسي وإزاي أنت تقدر تتعامل مع قبل وأثناء هذا اللقاء اشتركوا في القناة